حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوار حك كلها مهما الهموم زادت عليك وعال حرام يوصى الله الأمر الثالث اللي خلينا نهتم جدا بمسألة القلوب إن إحنا لازم نعرف كواس جدا إن التفاضل بين الأعمال عند الله سبحانه وتعالى مبني على التفاضل على ما في القلوب والدليل على كده إن ممكن يكونوا اتنين في يوم من الأيام بيصلوا مع بعض صلاة واحدة وفي مسجد واحد ووراء مام واحد ومع ذلك ما بينهم كما بين السماء والأرض خدوا مثال كمان ممكن في يوم من الأيام اتنين يتصدقوا ده تصدق بينيه ده تصدق بينيه بس بينهم في الأجر كما بين السماء والأرض علشان كده علماءنا علمونا وقالولنا إن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب علشان كده النبي قال لنا في الحديث رب درهم سبق مئة ألف درهم ليه؟ رغم أن التصدق بمئة ألف درهم ده قدره جدا عند ربنا عالي جدا لا 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 اللي التصدق بدرهم ده كان محتاج جدا هذا الدرهم وطلع الدرهم ده هو مخلص جدا لله سبحانه وتعالى فكانت النتيجة أن الدرهم الواحد سبق المئة ألف درهم شيخنا وشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله بيقول وإذا العبد قد يأتي بالحسنة بنية وصدق وإخلاص فتكون عند الله عز وجل أعظم من أضعافها ويجي ابن القيم يقول لنا خدوا بالكم ويأكد لنا المعنى وضوحا إن فعلا الأعمال عند ربنا سبحانه وتعالى بتتفاضل على قدر ما في القلب فبيقول لنا إن الأعمال لا تتفاضل بصورها ولا بعددها وإنما تتفاضل بما في القلوب فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض ومن أراد أن يعلم ذلك فلينظر ما قام في قلب هذا الرجل حين قال لا إله إلا الله فوضعت في كفة وكانوا يقابلها تسعة وتسعين سجل كل سجل منها مليء بالسيئات مد البصر السيئات ومع ذلك هذه الحسنة الوحدة غلبت كل هذه الصحائف من السيئات ثم قال وانظر إلى هذه المرأة البغي من بغاية بني إسرائيل التي ضحت بنفسها من أجل سقيا هذا الكلب مع قلة ناظر لها يعني عملها كان خرص جدا لوجه الله سبحانه وتعالى كيف أن الله رفعها سبحانه وتعالى بهذا العمل سبحان الله فعلا ممكن يكون في القلب صدق وإخلاص ونية يرفع العمل وإن كان قليلا عند الله سبحانه وتعالى علشان كده دايما بنقول لكم التفاضل عند الله سبحانه وتعالى إنما يكون بما في القلب الأمر الرابع من الأمور اللي يدي لنا فعلا قد إيه القلب ده عظيم عند الله سبحانه وتعالى ما نجده في القرآن العظيم من أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القلب منبع الإيمان القلب ده هو منبع الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم إلا من أكره وقلبه نطمئن بالإيمان وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه شفتوا الآيات إزاي متتبعة إن فعلا الإيمان منبع الأساس من القلب سبحان الله قال ابن القيم فأشرف ما في الإنسان قلبه فهو العالم بالله الساعي إليه المحب له وهو محل الإيمان والعرفان وهو محل الإيمان والعرفان وجعله الله عز وجل أيضا محلا للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال الله سبحانه أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وقال صلى الله عليه وسلم التقوى هنا فالإيمان منبعه القلب والتقوى منبعها القلب فالأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى وإنما تحصل بما يقع في قلب الإنسان من عظمة الله وخشيته ومراقبته كما قال الإمام النووي رحمه الله وجعل الله عز وجل القلب محل الهداية ومن يؤمن بالله يهد قلبه وجعله الله سبحانه وتعالى مركز الفقه والعقل والعلم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها قال الإمام الرازي رحمه الله وبهذه الآية استدل العلماء على أن محل العلم هو القلب على أن محل العلم هو القلب عرفته قد إيه القلب اللي بالنسبة لنا مهم في حياتنا وفي قربنا من ربنا سبحانه وتعالى حافظ على النعم اللي فيك ومنع جوار حك كلها مهما الهموم زادت عليك قو على الحرام يوصل الله ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة